التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسيد جراند شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وتناول لقاء تطورات الأوضاع الرهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة لكيلا جانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسيد جراند شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول لقاء تطورات الأوضاع الرهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكيلا الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اتزازه بالعلاقات الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات مشيرا إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة فيما أشهد وزير الدفاع البريطاني بالدور المصري الفاعل في محيطها الإقليمي خاصة مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي حضر اللقاء الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة اشتركوا في القناة